في حركة غريبة وحتى مجنونة رجل يتسلق جناح طائرة قبل إقلاعها بقليل في مطار فيلاس فيغاس الأمريكي كان مرتاحا بشكل كبير جدا وجلس على جناح الطائرة وسط دهشة المسافرين لكن انتهى استعراض الرجل لقدراته بشكل درامي نشاهد كانت سقطة مدوية وتم إلقاء القبض عليه وبحسب المعلومات الأولية فإن الرجل مختل عقليا والمهم أن المسافرين قد انتبهوا إليه قبل الإقلاع وإلا فإن سقطته كانت ستكون أضعاف أضعاف هذه نقرأ بعض التعليقات حول تصرف الرجل مصطفى بعد ضحكة طويلة جدا قال أحلى سفرة مجانية وآية حاولت مساعدة الرجل ببعض الأفكار وكتبت جيب حبل واربط نفسك ويز تروح ترقع بالسلامة كبير وعمر أعجبه إسرار الرجل على الطيران وعلق اللي عقبني فيه عدم يأسه ومحاولته مرارا التشبث بالجناح بينما سالم لحظ شيء خطير في الفيديو يما شوفوا الجناح كيف يحتز من وزنه معناته ممكن ينكسر في الجو صحيح أن ما قام به الرجل غريب لكن هذه ليست المرة الأولى التي يقع فيها أمر مماثل انظروا إلى هذا الرجل أيضا من نيجيريا الذي تسلق طائرة من أجل الصفر إلى غانا وكذلك هذه المرأة في أوكرانيا قامت بنزهة على جناح الطائرة شاركونا بآرائكم هل تعتبرون هذه التصرفات ضربا من الجنون؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر